وفي تصريح خاص لمركز الأخبار بمناسبة اليوم العالمي للسياحة أكدت سعادة سيدة سارة بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أكدت أن شعار الأمم المتحدة الخاص بيوم السياحة العالمي لهذا العام يتوافق تماما مع سراتيجيات البحرين الخاصة بمبادئ السلام والتعايش السلمي انطلاقا من الرؤى السامية التي أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة أطلقت الأمم المتحدة شعار السنة أن يكون بعنوان السياحة والسلام وطبعا السلام هو العامل الرئيسي اليوم للسياحة وتوفير البيئة الآمنة والبيئة التي فيها سلام وفيها تعايش فالحمد لله يمكن شعارها السنة وايد ينطبق على اللي نوفره احنا في مملكة البحرين فإذا بتشوفها يعني على مستوى مملكة البحرين الحمد لله احنا في ظل قيادتنا رشيدة احنا دايما نتمتع بالأمن والأمان والسلام وهالشي هو اللي يخلي ضيوفنا وسواحنا يرجعون البحرين مرة ثانية لأن الشي الرئيسي اللي ما يفكرون فيه إذا احنا بنسافر وبنضلع من بلدنا إننا احنا نروح مكان آمن وفيه سلام وفيه تعايش ومن أهم العوامل اللي احنا نشوفها كجذب سياحي اليوم للملكة البحرين هو المواطن البحريني وهو ركيزة أو شيء اللي احنا يمكن نقتز فيه ونفخر فيه في أي حملة في أي برنامج نقوم فيه في هيئة البحرين للسياحة والمعارض إن احنا نبرز دور المواطن البحريني إنه هو المواطن البحريني مضياف المواطن البحريني يحب باللطفة وتعاملة إن الشخص أو السايح المائي يزور البحرين يقول أبي أرجع مرة ثانية وأبي أتشوف البحرين مرة ثانية وأبي أتعامل مع ناسها مرة ثانية فالحمد لله هاي شيء احنا نفخر فيه اليوم في البحرين غير شذي التسامح والتعايش احنا شيء يمكن نحتفل فيه كل يوم الحمد لله احنا عندنا يمكن في سوق المنامة على شارع واحد أكثر من دور عبادة مختلفين يمكن بينهم يعني أقل أمتار بسيطة بس يبين دور التعايش ودور الشون التسامح بين هاي الأديان فالحمد لله هاي بعد شيء احنا نفخر فيه وشيء دايما في رسائلنا لما نوصلها حق الناس نبين أن الشون البحرين داعم رئيسي للتسامح والتعايش بعد من عوامل الجذب السياحي عندنا طبعا تروح الفريق الواحد وهاي شيء ما بيصير إلا بشراكة مع القطاع الخاص احنا كلنا اليوم فريق البحرين احنا كلنا نشتغل يد بيد مع بعض عشان نبرز مكانة البحرين اليوم وخصوصا في القطاع السياحي مثل ما انت عارف القطاع السياحة هو قطاع حيوي اليوم وهو القطاع اللي الحمد لله قدرنا نقطع فيه شوط والحمد لله بعد عندنا وايد نقدم فيه من ناحية السياحة لكن اللي اقدر اأكد عليه اليوم ان احنا وجودنا وشراكتنا مع شركائنا في اللجاح من القطاع الخاص بنقدر نوصل وبنقدر نحقق وايد في القطاع السياحي اشتركوا في القطاع